كتب الروحية كتاب روحي طبعا كتاب روحي يعني بكون حصيل التعب سنوات كثيرة ودراسة اللي انت بتقرأها خلال ساعة ساعتين او خلال يوم او يومين فعلا بتنشط وبتقوز ذهنك وبتقوز روحياتك شيء اخر بالنسبة للانسان اللي فعلا عاوز يتخلص من الفطور الروحي انت بمين بتتشبه الانسان بيتشبه او بيتشكل بحسب القائد بتاعك سؤالي من هو القائد بتاعك اذا القائد بتاعك مثلا بتكلم مع ديانات اخرى انت بتتبع شخص بعلم عن العنف والقتل ويبيح امور كثيرة او انه بتتبع يسوع المسيح انا انا عاوز ادعو المؤمنين اللي بيشعروا بيمروا في حالة الفطور الروحي انت بمين عم بتتشبه مين هو اللي بيعطيك المشورة بتستشير مين مين اللي عم بينصحك لما انت في عندك مثلا شيء معين لمين بتروح ما هو علاقتك وحياتك وتشكيلك واخلاقياتك وادبياتك بتعكس انت بمن تشابه وبمن تتشكل انا بصلي من كل قلبي انك تتشبه بالرب يسوع المسيح مش بس في كلامك سلوكك تصرفاتك حياتك نظراتك حتى لبسك انت بتلبس حتى تمشد الرب ولا بتلبس للإثارة وأمور خلاعية حتى أنواع الغناء والموسيقى العالمية اللي بنسمعها يعني انت بتقضي يعني ايه أغلب وقتك على ايش هذا كمان بيعكس اذا انت ناجج روحيا